اهلا بكم عزيزي طالب طالبات التعليم الفني في حلقة جديدة من برنامجنا والمخاصص طبعا لي طلبت التعليم الصناعي وهي هنتكلم المهاردة عن مادة مهمة جدا وهي مادة الحاسب الائلي مادة الحاسب الائلي او مادة الحاسب في الصناع هي مادة زي ما قولنا قبل كده مهمة جدا وقدرنا نطوعها ان هي تخدم التخصصات الفنية اللي عندي وفي الحلقة اللي فاتت او الحلقة اللي فاتت على طول كنا بنتكلم عن ازاي بشتغل على البرنامج وبتعامل معاه وكمان عرفنا ازاي نفتح الملف الاول مرة وكمان عرفنا ازاي نقوم بعملية الحفظ على البرنامج وقلنا في جزئة الحفظ دي بالذات فيها مهارة كويسة جدا مفروض اكون انا فاهمها وعارفها عشان اقدر اعرف الفرق بين الاتنين اللي هي السيف والسيف از او الحفظ والحفظ باسم تعالوا نتكلم على الجزئية دي طبعا انا لو جيت اتكلم عن الجزء الخاص بالحفظ انا هاحفظ بقى خلاص فده بيكون بناء على ان انا اشتغل اعمله update بالتصميم الجديد او جزء اللي اضفته للتصميم بس بيقابلني هنا مشكلة كل ما انا هضغط سيف اللي انت عملته هيكون ثابت على البرنامج وهيكمل التصميم واللي فات مش تقدر تعمل زرار التراجعة مفيش تراجعة خلاص انت كده وصلت للتصميم طيب لو انا عايز بقى اي اعمل العكس انا عايز احتفظ باخر حاجة عملتها لا ربما وانا شغال تحصل معي مشكلة في التصميم فيقع مني فاقدر ارجع تاني خط والورا عشان ااخد التصميم بتاعي وارجع اكمل من عدي تاني فبعمل ايه بعد ما خلص التصميم بتاعي بعمل سيف اس هحفظ بشكل مختلف هحفظ الملف كأنه بتحفظ من جديد لأول مرة باسم جديد بس هنا يبقى التمرين رقم واحد او الخطوة رقم واحد اللي انا لسمت فيها الاساسيات الاولية للتصميم رقم اتنين بدأت احط خطوط عريضة للتصميم اللي هو رقم اتنين اللي عملتله سيف اس وسميته تمرين اتنين طيب انا دلوقتي انا اشغال في تمرين اتنين لو باز مني وانا شغال لو الشغل باز مني ومش قادر اعمل تراجع والخطوط بقت كتير وانا مش قادر اوصل للشكل اللي انا عايزه وفي حاجة غلط حصلت طب الحصل دوت هيتعالج ازاي عندي نسخة قديمة من الشغل ما كانش فيها الابضيت اللي كان فيه المشكلة فاقدر اعمل عليها الشغل اللي انا عايزه طيب بطريقة تانية الفرق بين سيف اس و سيف وفي استخداماتهم لو انا عملت على ملف سيف واقدر اوزعه على تلاتة اربعة من الزملاء واطلب من كل واحد يعمل لي تصميم بتصور معين فكل واحد هو قاعد هيعمل الشغل بتاعه على التصميم اللي انا في الاساس صممته بس انا حافظه عندي سيف كل واحد فيهم هياخد الملف واطلب منه احفظه بشكل جديد فبالتالي لو هو خده وحافظه بالشكل الجديد هيبقى ملف جديد بستكمل عليه الشغل بتاعه فطب وبعدين لو بص منه الشغل هيعمل التراجع بتاعه هو لو انا شفت ان شغلهم مختلف عن الشغل اللي انا عايزه فانا برضو هفضل محتفظ بالشغل القديم وارجع اكمل عليه الشغل بتاعي مرة تانية فسيف لو انا شغال على التصميم ومحتاج ان انا اكمل وطول ما انا شغال الخطوة دي سليمة اكمل اللي بعدها كل ما تضغط سيف برنامج مش هطلب منك كتابة اسم الملف خالص لكن اول ما تقوله سيف ايز على برنامج او على تمرين مفتوح قبل كده فهيبدأ يقولك ايه طب انت ناوي تسميه ايه هو كان تمرين رقم واحد انت ناوي تسميه ايه تمرين رقم واحد برضو ولا مسمى جديد طب وهل عايز تحفظه على نفس المكان ولا هتختار مكان تاني على الجهاز تحفظ عليه ممكن تحفظ على دريب مختلف ممكن تحفظ على ميموري ايا كان طريقة الحفز او مكان الحفز انت تحفظ عليه المهم ان الحاجتين دول تغيير الاسم ومكان الحفز انت بتختارهم اول ما بتفتح او بتختار الجزء الخاص بسيف اس كده احنا عارفنا عملية الحفز والحفز باسم بتتم ازاي وقلنا ان الحفز دي انا بشغال على ملف وكلما بخلص حاجة باحفظ وخلاص وبيفضل بنفس المسمى وفي نفس المكان الحفز باسم ان انا خدت الشغل بتاعي وبعايز اعمل ملف منبسك منه بمسمى جديد هو اسمه تمرين واحد بس وانا اشغال عليه هاجي اقول له احفظ ليه باسم وهقول له الاسم الجديد تمرين اتنين وشيلهولي بدل ما هو عاسيه خليه على الدي خليه على الفلاشة ايا ان كان خليه على التليفون اقدر احفظه في اي مكان مدام المكان ده فيه سعة تخزينية مناسبة للملف بتاعي بس واجب علي وانا بحفظ اعمل متأكد ان انا بحفظ بنفس الامتداد اللي انا اقدر اشغل عليه البرنامج مرة تانية تمام كده طيب نيجي بقى على فتح ملف قديم انا اشتغلت وعملت التصميم بتاعي ومحتاج ان انا اخد الملف القديم ده هكمل عليه شغل اللي هو لما هضغط على زرار سيف هيكمل حفظ ايه عليه ازاي افتح ملف قديم موجود عندي على الجهاز اول حاجة لازم يكون انا عارف مكان الملف الاساس عشان ادور عليه وابدأ اضغط على ايكونة الخاصة به وابدأ ان انا اشتغل عليه طيب ده لو انا عارف مكانه طيب لو انا بقى اشغاله على البرنامج اصلا وبقول للبرنامج لا هتلي بقى اخر حاجة احنا فتحناها كده وشغلها له تعالوا نشوف ازاي نفتح ملف قديم موجود عندنا على الجهاز عن طريق برنامج الاوتوكاد نفسه البرنامج بسيط زي ما قلنا وكل ما علينا ان احنا اول ما هنفتح البرنامج نكون جهازين عليه طيب ازاي افتح ملف قديم بقى هنا طبعا التمرين اللي معنا هنا هيوضح الكلام ده انا هنا عندي في ايكونة تشبه الفولدر وفي موجودة في شريط العنوان وموجودة في شريط الادوات وفي قيمة فايل برضو هنلاقي نفس الايكونة دي هنا طبعا لما اولنا اضغطت عليها بيقولي ده البرتشن دي موجودة عندي في اربع ملفات اوتوكاد انت حافظ الشغل بتاعك في مكان تاني ولا هي موجودة على دي انا هنا اخترت دي فعلا انه هو موجود وعندي اربع تمرين بختار التمرين الكبير ده اللي هو يظهر امكانيات الوتوكاد البسيطة اللي احنا بنتعلمها مع بعض هنا وفتح معايا التمرين اللي قدامي ده ده تمرين طبعا سلسل اللي بعدها هنستكمل او منستكمل شغلان ان شاء الله هيكون من ضمن التمرين اللي احنا هنرسمها بعض في هنا تاني ممكن اضغط على close قفلت التمرين واروح افتح من مكان تاني المكان التاني ممكن يكون من الجزء الخاص بشريط العنوان او من قائمة file قائمة file في هنا عندي open او control o اقدر اشتغل اختصار ده وهروح ادور على تمرين تاني ادي التمرين مثلا او drawing one شغلتها برضو قدرت افتح الملف منه فيبق انا كده فتحت من مكانين شريط الادوات كان فيه ايكونة الفولدر وقائمة file من قائمة منسادلة اخترت فيها برضو فتح ملف جي اه اديم وبرضو عندي في شريط العنوان فوق برضو فيه نفس الطريقة الجزء الخاص بالعلامة بتاعتي اللي هو في الاعلى فبالتالي انا عندي مرة من شريط الانوان ومرة من شريط الادوات اهو ومرة من قائمة file ايا كان الملف اللي انا بفتحه هو المقصود من شغلي ان انا كنت شغالة على الملف ده واقدر افتحه عشان اعدل عليه طبعا لو انا مش ناوي اعدل وعايز اقدل ملف بتاعي ليه اشخاص تانية تتفرج بس مش هتعدل عليه فيه طريقة تانية عشان ياخدوا الملف بتاعي واقفلهم حتة التعديل دي في حفظ الملف او اعادة فتحه فيه مبعا عشان يكون محتفظ دايما بالايه بالإصدارة بتاعته ده بيحصل لما اكون انا شغال وبعمل تصميم وعايز اوريلي العميل بتاعي فبحفظ الملف بصيغة تسمح له يشوف التصميم لكن ما يعدلش عليه طب انا الفرق بيني وبينه ايه او بين عميل وبين زميل معايا في المكتب لو انا شغال على التصميم بحتاج ان زميلي يكمل مرحلة بعدية فبالتالي لما باجي قدي زميلي بديه الملف محفوظ بامتداد يسمح له بفتحه والتعديل عليه فبالتالي هو يقدر ياخد مني الملف ويقدر يكمل عليه شغل وبعد ما يخلص شغله يقدر يحفظه بالشكل المطلوب او بالاسلوب المطلوب يقدر يحفظه لي انا بالامتداد اللي اقدر اشغله ويقدر يحفظه لنفسه بالامتداد اللي هو ايه عايز يديه للعميل اللي هو ممكن يكون امتداد بشكل صورة يقدر على فكرة برضو البرنامج فيه نظام الحفظ عن طريق الفيديو يقدر اشغل فيديو ويسجل الشاشة بس تعرضها مع العملاء البرنامج فيه مهارات كتيرة جدا بس المطلوب منك تقدر تتعامل مع المهارات دي احنا بش منقول احنا بند كل المهارات الخاصة بالبرنامج لأ ده احنا بند الخطوط الرئيسية اللي اول ما هتقعد على البرنامج تقدر تتعامل بيها زي بالزبط كده لما تكون لسه بتتعلم السواقة هل انت وانت بتعلم السواقة بيعلمك تجري على طريق بسرعة مية وعشرين كيلو او ميتين كيلو لأ ده اقصى حاجة انت بتتعلمها في السواقة تبقى العربية ماشي على عشرين كيلو في الساعة عشرين تلاتين بالكتير اوي كمان بيكون بتجري كمان فبالتالي معنى كلامنا ان احنا بندك المبادئ اللي بيها بعد ما تتعلم خد بقى اللي تعلمته ده وافتح به اللي انت عايزه فبالتالي بقى عندك المهارات والقدرة ان انت اتطور من نفسك عشان تطلع بالتصميم بالشكل انت عايزه بالتالي كل الناس بتشتغل على الاتوكات بس في واحد مميز يقدر يطلع شغل منه كويس واحد شغال بشكل ايه روتيني او زي احنا بنسميه كده نمطي هو خدر الخطوات يتعلمها حفظها جاله شغل من برا بينفز عليه نفس الخطوات ما عندوش فكرة انه ازاي يفتح من كذا مكان ما عندوش فكرة انه يقدر ينفز التمرين ده بكذا طريقة منهم طريقة سريعة توفر عليه خطوتين تلاتة وده كمان اللي ما اتكلمناش فيه فيه الفرق بين الاصدارات هو ليوتو كان بادئ باصدار قديم اللي هو كان زمان من ادرسه في المدرسة هو كان اصدار الفين وبعد كده بقى الفين واربعة وبعد كده ارتفع شوية بقى الفين و سبعة بعد كده وصلنا الالفين و تلاتاشر وفيه بطمانتاشر طب والفرق بينه بالاصدارات دي ايه في الاصدارة الاولى اللي كانت اصدارة الفين كنت انت بتكتب معظم الاوامر بايدك في الفين واربعة بدأ يخف عليك كتابة الاوامر شوية في الفين و تلاتاشر تقريبا ما بقيتش تكتب اوامر كتير تكتب الاوامر المهمة بس في الفين و تمنتاشر تطوير في الشكل وفي المضمون وفيه هاية الازرار وفيه الوجهة بتاعت البرنامج وسهل عليك التعامل مع البرنامج بقى فيه ادوات مساعدة اكتر بقيت يساعدك ان انت تنجز موضوعك او تصميمك بشكل اسرع فده طبعا ادى الى زهور او التعامل سهولة التعامل مع البرنامج تطوير في صالح المصمم وفي نفس الوقت بيديك شكل تقدر تعرضه على العميل بتاعك يكون موافق عليه او يقدر يوافق عليه بسرعة فبالتالي كل ده بيساعدك ان انت تقدر تطلع بشغلك بشكل ايه بشكل كويس طب بعد كده بقى عندنا ايه عندنا حاجة مهمة الخلفية بتاعت البرنامج زي ما احنا شفنا من شوية كده كان لونها ابيض وفي الغالب مع بداية تصطيبك او تثبيتك للبرنامج على الجهاز بيكون مفتوح بخلفية لونها اسود في الطبيعي انت مش هتطبع شغلك على خلفية سودة ومش هتطبع شغلك بخلفية بيضة ممكن تكون عايزة تحط اشكال والوان في الخلفية بتاعت البرنامج او حتى تتعامل مع الخطوط اللي انت هترسمها على البرنامج فبتختار الوان لكل حاجة طبعا لما هنيجي ننفذ التمرين ده هوليكم الجزء الخاص بالموديلز دي اللي احنا بنلعب فيها وبنبدأ نغير حاجة حاجة زي ما انا عاوزين الخطوط الوان الابعاد الوان الخطوط الرئيسية الوان الخطوط المساعدة الخلفية الكتابة كل ده انت بتقدر تتحكم فيه من الجزء اللي انت هتشوفه دلوقتي معنا فيه تمرين تغيير خلفية البرنامج طب وانا بغير خلفية البرنامج هيأثر معي طبعا هيأثر معي حسب الهدف من البرنامج طب بالنسبة لتغيير الخلفية ايه هي الخطوط بقى انا ننفذ بيها تعالوا نتفرج عليها انا هنا زهرت زهرت الخلفية لونها اخضر فكل بعملو كليك يمين على منطقة العمل واختار اوبشن بتفتح الويندوز دي باختار منها رقم اتنين لديس بلاي دي طبعا قيمة اوبشن كلها باختار ديس بلاي بعد كده باختار كالر وتعالوا نقف في المنطقة دي شوية بقى اول ما جاي هنا هو لاحظنا ان هنا فيه حاجات كتير جدا مكتوبة دي ممكن حتى الشريط هنا لسه صغير ولسه اقدر انزل بيه كما لتحت كل كلمة من دول ليها لون هنا وليها دلالة في منطقة الرسم الموديلز المفتوحة دي بيقولك انت لما ضغطت هنا وغيرت اللون انت بتغير مثلا لون الرسم انت بتغير لون الخطوط المساعدة لون الاشارات لون الخلفية لون الخطوط مجسم كل كلمة من دول ليها هدف او ليها شكل عندي في التصميم طيب بعد كده نبدأ نستكمل هنا طبعا زي ما هنا شفنا كده هبدأ ان انا ايه اتعامل مع ال background يعني هنا موجود عندي ايه background بختار الاصفر بيتغير هنا pull apply هنا الوندوز دي مفروض اديها اوكي عشان يشوف الاصفر في الخلفية طبعا ظهر معايا اللون الاصفر في الخلفية حاجة برضو من قائمة tools ودور على option اخر حاجة في قائمة tools هدور على display برضو وهدور على color اضغط عليها تفتح الوندوز هنا طبعا background هو لنشيط فبختار لون تاني واللي يكون اللون الازرق عايز الوان تانية غير الالوان اللي موجودة عندي بختار من بالاتة الالوان اللي موجودة عندي لها index color وبختار بالشكل اللي هو المربع زي ما انا عاوز في طبعا طريقة تانية لاختار الالوان من نفس المكان انا طبعا اختارت اللون اللي الزهر قدامنا ده اقدر اختار من مكان تاني هنا طبعا انا سيب index color واختار اغير اللون بتاعي ممكن يكون عجبني اللون ده فبضغط له اوكي كده انا قاعد بغير في background بس مغيرتش في اي حاجة تانية لكن وانت شغال تقدر تتفرج وتقدر تغير في الالوان اللي موجودة عندك بالشكل اللي اللي انت حبه فبالتالي كان سهل جدا احنا نتعامل مع العمليات التغيير ده كل ما هنالك انت تيجي في منطقة العمل هنا وكليك يمين في اي مكان في منطقة العمل وبتبدأ تختار option وبتبدأ تشوف التمرين بالشكل اللي انت ايه عايزه يبقى انا كله هعمله ادي كليك يمين option فتحنا الويندوز بتاعتي بالشكل ده display رقم اتنين اللي هو العلامة اللي احنا بنشابلين عليها دي بضغط عليها عشان تظهر لي الصفحة بتاعتها باختار color وابدأ اتعامل مع كل الالوان اللي معايا بالشكل المطلوب كل حاجة من هنا لها اسم طبعا هنا طبعا بتابع واحدة واحدة مع الجزئي دي طبعا هنا مثلا زي السري دي موجودة التو دي موجودة وهكذا اللايت كمان عندي الكنترول وهكذا كل حاجة من دول ليها ايه حتى الجريد اللي هي الخطوط اللي هي الطولية والعرضية برضو بقدر اتعامل معاها بالتغيير الوانها وطبعا كل ما هضغط على واحدة من دول هيظهر لي لونها الاساسي هنا فافتح القيمة واضيف اللون الجديد بعد ما بخلص خالص كل اللي بعمله بضغط على ايه بضغط على اوكي عشان انفذ التمرين بتاعي او اضيف اللون بتاعي هنا على طول اول ما هضغط apply and close خلاص كده اللون هو اللي في الخلفية ادي له اوكي كده الموضوع بقى معايا في الخلفية بقت خلفتي باللون الايه الاصفر اللي احنا شايفين يبقى الموضوع سهل وبسيط طيب زي ما قلنا مرة تانية بعمل ايه تاني اقصد اقدر افتح من قيمة tools واقدر اكمل التمرين بتاعي بالشكل المطلوب برضو انا رايح على النغير الخلفية tools هنزل مع القيمة بتاعتها للاخر هلا option هتفتح نفس الwindows هختار display لرقم اتنين في القيمة من العلوية وبختار color وببدأ ان انا اوصل عشان انفذ التمرين اختارت اللون الازرق بضغط عليه طبعا اقدر العب في اللون زي ما انا عايز مش عجبني الازرق اختار لون تاني من بلاتة الالوان وبعلم عليه وبضغط اوكي وهو اللي بينزل على طول عندي في في الخلفية هنا خلاص هيظهر لي الشكل ده انا موافع عليه apply and close وطبعا بكمل بقى طبعا التمرين بتاعي بالشكل المطلوب مش عاجبني اللون بختار البلتة مرة تاني او الindex color وببدأ ان انا العب على اللون مثلا اختارت اللون الفوشية اللي قدامي ده طبعا كل لون انا اختاره في الخلفية هكون له دلالة وهيأثر على شكل التصميم في مرحلة التنفيذ يعني انت ممكن تعمل معهم بالالوان يا جماعة كل خطوط الحمرة هتكون هتكون خطوط اساسية كل خطوط الرمادي هتكون خطوط مساعدة كل الاشارات اللي لونها مثلا اصفر دي هتكون خطوط آآ مثلا ارشادية مش عايزها على الطبيعة كل الخطوط المنقطة اللي لونها ازرق مثلا دي خطوط في الخلفية وهمية فبالتالي اصبح اللي هياخد منك التصميم مع دليل ازاي يتعامل مع الخطوط دي وده مهم جدا لان انت اللي بتديله اصلا في الاساس خطوط التصميم العريضة اللي هيبدأ ينفذ عليها لأرض الواقع فبالتالي الحركة منك او الخطوة منك على الرسم بتكون خطر في التنفيذ فالخطورة مش ان انت قاعد في مكتب وما عندكش خطر بالعكس ده اللي بينفذ تحت هو اصلا بينفذ فكرك انت فبالتالي لو حصل مشكلة حتى نلاقي لما بتحصل مشكلة ويه لقدر الله عمارة بتقع يكون لسه معموم لقريب ويه سقطت بيحصل ايه مش بيمسكوا اللي عملها بس او اللي بناها او اللي نفذها بس ده كمان بيشوفوا الاول يرجعوا للتصميم ما يمكن التصميم هو اللي اثر على التقل بتاع الوزن اللي شايله اه اساسات العمارة فبالتالي ويعي تكون هو اللي طالب الاساسات دي تنسى دايما ان في حاجة اسمها مكتب استشاري هو اللي بيكون مسؤول عن الرسومات ومسؤول عن التنفيذ تحت فبالتالي هو رسم الرسمة وتبعها في التنفيذ لمهندسين تانين فبالتالي اذا انت رسمت صح وكلامك ده اتطبق على ارض الواقع بنفس الشكل اللي انت فكرت فيه هتطلع تصميم كويس وتصميم هيعيش هيعيش فترة كبيرة من الزمن ولو بحسنا فيه الموضوع ده عشان نشوف حتى الرسمات الهندسية لخلينا في العمارة اللي هي طبعا اكتر مثال يقدر ينفذ او يقدر نشوف بيشغل بالاوتوكاد ابحث كده على النت وابدأ دور على تصميمات هندسية باستخدام برنامج الاوتوكاد هتطلع حاجات كتير جدا موجودة وتم تنفيذها كمان تقدر تشوف كمان ازاي قدروا ينفذوها تشوف الرسمات بتاعتك وتشوف طريقة تنفيذها على ارض الواقع طبعا اللي مش كسم عمارة هيكون مهتم بس فبالتالي انا عايز اعرف بس هو بيرسمه ازاي وبينفذه ازاي اللي هيتم هنا هيتم في كل التخصصات طيب انت بقى كتخصص فني انا مش عمارة انا نسيج واللي جنبي سيارات واللي جنبي زخرفة واللي بعد كهرباء هنعمل ايه بالاوتوكاد انا ما عنديش عمارة وكل الشغل هنا الموديلز بدائما بنقول ان هي معمولة للعمارة انا هعمل عليها ايه لو انا برسم رسمه هندسي اهيرا مادة عادية خالص وبتشتغل في كل التخصصات برسم فيها خطوط وبرسم فيها دوائر وبرسم فيها مسلسات وبرسم فيها مضلعات زي ما انت عاوز هترسم عليها بس انت بتجمع كل الحاجات دي وبتطلع بيها بتصميم جديد بناء على كده انت بتعدل شغلك وبتشوفه على طريق تخصصك على البرنامج يعني انا مثلا برسم رسمة هندسية تخصي تخصصي في الالات مثلا او في الرسم الهندسي خلاص دي بتاعتي مدام تقدر تتسمع على البرنامج فهي خلاص بتاعتك نسيجي بقى نسيجي ملابس ملابس في بقى جزء عملناه في التخصصات اللي هي النسجية كمان بالاكتر يعني بعيد عن التخصصات اللي بترسم الرسم الصناعي طبعا وبالاكتر يقدر يرسم رسم صناعي ويقدر يجيب كمان الاوجه التلاتة للمنظور بطريقة هنا طبعا لو بيرسم رسم ثلاثة الابعاد التخصصات التانية قدرت ان هي تعمل تصميمات تنفع تتطبق في المساحة اللي قدامي دي اللي هي منطقة العمل اللي هي بنظام التوديم مثلا الجماعة بتوع الملابس الجاهزة قدروا يرسموا جزء كبير جدا من الباترون دي مادة الرسم اللي يعتبر رسمها الرسم الفني عندهم بس مسمها الداريك باترون قدروا يرسموها عندي على برنامج اوتوكات كوسمتريكو قدر ينفذ الغرز بتاعته ازاي بتتعاشق اللي هي بنسموها مادة تراكيب دي جزء عندهم في المواد الخاصية بتاعتهم قدروا ينفذوا الجزء ده على برنامج اوتوكات قسم النسيج قسم النسيج عنده بيرسم اصلا الالات عادي ممكن يرسمها بشكل هندسي عادي فبالتالي هو بيستخدم الهندسة بس برضو قدر يرسم التراكيب الناسجية بتاعته منقسم مربعات وبدأ يلون مربعات ويسيب مربعات تانية باستخدام مهارات الموجودة عندنا على البرنامج قدر يرسم مادة المنسوجات او تراكيب الناسجية قدر يرسم الالات بيقدر يشتغل عليها ما فيش اي مشكلة يبقى اصبح ان انت وانت على البرنامج ده هو برنامج انا هعلمك فيه ازاي تستعمل الادوات وبالادوات اللي انت هتتعلم ازاي تتعامل معاها دي تبدأ تشتغل في مجال تخصصك الموضوع هيكون بسيط جدا طيب اللي هيساعدك اكتر مدرسك المتخصص اللي موجود معاك في سنة ثالثة هيديك التمرين ده ويتابعك وانت بتنفزه لانه في نهاية العام الدراسي في امتحان العملي ممكن يقول لك نفز تمرين باستخدام برنامج اللوتوكات في مجال تخصصك ويديك رسمة في تخصصك ويقول لك اتفضل ايه اشتعلها فبالتالي لازم تكون عارف تتعامل مع الرسمة دي طيب انا عندي هنا بقى مشكلة تانية هتقابلني في الامتحانات وهتقابلني وانا شغال في المعمل مع زميلي في البداية وانا بدرس وهتقابلني لو انا اعدت على جهاز مش بتاعي وهي ان اول ما اعدت كده محتاج ان انا ارسم ادور على شريط الرسم مش لقيه وراح فيه ما هو ده البرنامج اخو بتاعي اطفي البرنامج واشغله مش موجود طب اعمل ايه طب افتحه بطريقة تانية برضو الشريط مش موجود ايه اللي حصل اللي حصل ان زميلك اللي قابليك سحب شريط الرسم وقفله او زميلك اللي قابليك سحب شريط الرسم وحطوا فوق اشريطة الادوات فاختفى من قدامك انت عارفوا ان هو موجود على شمالك بس ما بقاشش على شمالك ده الشمال بقى فاضي الله طب والشريطين اللي كانوا هنا فين اللي انا بس بيشتغل عليهم اصلا اللي هو الشريط درو والشريط مدفاي دول اهم شريطين عندي مش موجودين طب انا اعمل ايه في الوقت ده لازم اكون عندي مهارة طبعا دي بقى بعيدة عن التمارين التخصصية او التمارين الاساسية بس تعتبر حاجة اساسية لازم تكون معاك لازم تكون اعرفها لو اختفى مني شريط ادوات اجيبه ازاي ازاي اخفي وازاي اظهره يبقى انا كده لو رحت امتحان ومرقتش الشرايط اعرف ان زميلك خفوها اطمن الاول ان هي مخفية ولا مش مخفية لو مخفية اظهرها مش مخفية دور عليها هتلاقي انت بتظهره بتختفي بيبقى فيه شريط بيظهر ويختفي معاك بتعرف ان هو ده الشريط انت بتظهر عليه اسحبه وحطه في المكان المطلوب بس زي ما قلنا اهم الشريطين عندي في مرحلة الرسم بنظام 2D هم ايه شريط درو اللي هو شريط الرسم وشريط مودوفاي اللي هو شريط التعديل وهناخد طبعا كل الشريط منهم بالتفصيل وازاي هنتعامل معا ان شاء الله على مدار الحلقات الجاية بتاعتنا طب تعالوا بقى نشوف التمرين ده بيتم ازاي 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 واخفى اشريطة وزاي ما قلنا هو تمرين مش مانهاجي اكتر ما انه هو مهار رازم تكون معاك اخفاء جوية ظهر اشريطة الادوات هتتم ازاي انا هنا عندي منطقة العمل بتاعتي وعندي شريط مودوفاي مفروض ان شريط مودوفاي ده وشريط درو دول من الاشريطة المهمة اللي عندي فبالتالي انا هنا اسحبه لك هنا خليه هنا قدامي انا جيت سحبته كده وروحت عامله ايه قفل وجيت راح تساحب شريط ده هنا ده المودوفاي وقفلته بقى الاتنين مش موجودين ازاي طولز طول بارز اوتو كاد وظهرت هنا كل الاشريطة اللي اقدر اشغالها هتلاقي ان الاشريطة متسستيمة او متأتبة بنظام اب جدي طبعا هنا ضغطت على درو فتح الشريط معايا في اخر موضع انا كنت اوتو كاد وهدور على مودوفاي هتلاقيه في حرف الام تحت في مودوفاي في مودوفاي تو انا عايز مودوفاي بس ظهر معايا شريط الخاص بي التعديل طبعا كده يبقى نحن عند الشريطين طب هم ظهروا فين في اخر موضع كنت حطوا عليها طب اقدر اخف من هنا اه طول ستول بارز اوتو كاد واجه عند مودوفاي واضغط على اشيل علامة الصح اختفى طول ستول بارز اوتو كاد ودور على مودوفاي هتل هعمل عليه علامة صح هلاقيه رجع في مكانه تاني وبقى بالشكل ده يبقى انا اقدر اشتغل اقدر اخفي وازهر الشريط بالوضعيات المختلفة اثناء عملية التنفيذ كده زي ما احنا شايفين وطبعا سهل جدا ان انا اتابع كده زي ما احنا شايفين كده من بعيد انا هو شايفهم بيختفوا وشايفهم بيظهروا دايما طول ستول بارز اوتو كاد وادور على الشريط اللي انا عايز اظهره ويظهر معايا بالشكل ده طبعا ده تمرين من التمرين اللي انا بقوله عليها غير منهجية لكن هي مهمة بتساعدك اكتر لو انت في امتحان لو انت في اي حاجة تقدر ان انت تبقى معاك الحاجات الاساسية بتاعتك ده اعتبر تمرين اساسي زي ما قلنا الشريط اخر موضع ليه بيظهر ويختفي فيه فبالتالي نخلي بالنا من الحاجات الصغيرة دي طبعا احنا نهارده عملنا تمارين بسيطة مع بعض لكن هي ان شاء الله هتكون تمارين مهمة كل مرة كده جمع تمارينك دي وحاول تنفذ اكتر عشان يبقى دايما تبقى انت زهنك حاضر وتقدر تنفذ التمارين في اي وقت زي ما قلنا وزي ما وعدناكو على اول ما نوصل لمرحلة الامتحان هتبقى عندك القدرة تجاوب على اي سؤال موجود عندك في ورقة الاسئلة الخاصة بيك في نهاية حلقتنا نتمنى لكم توفيق وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة